طيب ماذا قال لعاب النادي الاهلي عن اوغاستي بوش في شهرين خلينا نشوف ماذا قال معظم لعاب النادي الاهلي عن اوغاستي بوش ونرجع نكمل مع حضراتكم التكريم بصراحة يعني حاجة تفرح جدا وكلنا بسطين الحمد لله بس زي ما طبعا كله قال ان ده دي اول خطوة طبعا فيه ضغط علينا كبير جدا ان احنا نفضل الاول نفضل عفو على طول فده طبعا عقب كبير يعني عقب كبير علينا بس احنا ان شاء الله قدوا ان شاء الله حنتعب ومركزين بالبطولة بالبطولة دي كانت خطوة واحدة ولسه احنا مركزين ان شاء الله في الخطوة اللي بعدية اللي دوري مرتبط ان شاء الله وإذن الله ربنا الكرم ان شاء الله الحمد لله كان احنا داخلين المسم ده كل الفرقة مركزة ان احنا ان شاء الله بإذن الله نقدر نحصد اكبر عدد من البطولات وده كان باين علينا من اول يوم من اول ماتش بدأنا ماتش ودي كان باين ان الفرة كلها مركزة بطولة العربية دافع قوية لنا ان شاء الله ان احنا عندنا دور مرتبط عندنا الكاس مصرى عندنا ان شاء الله دور السوبر ان شاء الله بإذن الله يكون في دولة النادي لأهل السناد ان شاء الله بيبقى حاجة كبيرة لنا طبعا ان احنا بيبوا كمهتم بالبينة وجاء وشرفنا في الملعب ده كان حاجة كبيرة اللي ان ده حافزنا ان احنا لعبنا جامد ولو لعبنا احسن انتفهم فالحمد لله يعني دي البطولة ده كانت بداية لنا وان شاء الله لحاجة كبيرة في المستقبل وان شاء الله بإذن الله احنا دخلنا على المرتبط اليوم الخميس دوت فان شاء الله تبقى بدأك وايسا لنا بشكر كبيرة محمود وجهز المجلس الدر كله على التكريم الجميل اللي احنا بفعلا بناستنى من كل لكل بطولة ومتعودي عني دايما وهم دايما في ظهرنا وكل حاجة بتتميب معرفتهم وعمرهم بيتأخروا علينا في اي حاجة فبشكرهم كلهم وقولهم ان شاء الله بإذن الله بداية انطلاقة على قد ما نقدر بإذن الله بحب أوعد الناس وعود الجمهور بإذن الله رب العالمين ربنا يكرمنا وفي تقدم دايما بإذن الله رب العالمين الحمد لله على البطولة والحمد لله على المكسب طبعا زي ما انتي بتقولي تكريم مهم جدا طبعا لنا معنويا تواجد ده كابتن خطيب معنا وفي وسطينة حتى في البطولة نفسها كان دفع معنوية كويسة لنا جدا بروح الفرقة وبيدعم الفرقة وهو ومجلس الدر كله طبعا تكريم مبسطين جدا بالتكريم اللي حاصل لنا بنحس ببقى مدى أهمية الحاجة اللي احنا عملناها بعيد انها طبعا أول بطولة تدخل نادي وده شرف لنا وشرف لكل واحد مننا انه هو يبقى موجود جوا منظومة تقدر انها تقدم حاجة تبسط الجماهير وتبسط النادي الحمد لله يعني على الفوز طبعا التكريمي النهاردة يعني ده كان حاجة يعني بتخلينا نشعر بالفخر طبعا النادي الأهلي بمجلسه ورئيسه كابتن محمود الخطيب يعني ده الحمد لله يعني بقى دي زي ما انت قلت ان هي ان شاء الله البطولة الأولانية لنا في الساعة أول بطولة في السنة يعني تخلينا تدينا بوش كده لأول بطولة ناخدها وبعدين نكمل ان شاء الله في السنة دي بقى عندنا ثلاث بطولات ان شاء الله بقى نبتدي نتوج بالبطولات بقى عشرين سنة اللي فاتت يعني يمكن الجماهير ما كانتش مبسوطة مننا قوي لكن الحمد لله السنة دي احنا ماشيين في التراك الصحيح وان شاء الله ناخد البطولات التلاتة ان شاء الله بإذن الله نشكره جدا طبعا على التكريم الجميل ده يعني وان شاء الله نقدر نبقى قدم مسؤولية دي نقدر زي ما هو قال نقدر نبقى قدم مسؤولية ان احنا نقدر ننافس على اكتر على البطولات اللي جاية وزي ما كابت الخطيب قال ده حملة علينا زيادة مش حاجة نفرع بيا لا ده بالعكس الحملة علينا زيادة ان احنا مسم لسه طويل بتاعنا عندنا متشاط قريب اصلا فان شاء الله نقدر نشرفه ونشرف كميري النادي الاهلي كلها يعني بإذن الله نحنا بدنا ثلاث سنين اصلا يعني بدامل في الفرقة وبنتكلم وان احنا محتاجين بقى عايزين نكسب سنين كتير واربعات فدي بداية بطولة كبيرة فطبعا زي ما كابت محمود بيقول ينفعش نريح حشان اي حد الوقت يبصص لك اللي انت البطل فنفسه يكسبك وينفسه يعني ياخد منك بطولة بس ان شاء الله احنا التركيز يبقى اكتر فترة جاية ان احنا ان شاء الله اي بتانا نخشانك سبب اذن الله